اشتركوا في القناة يستمر التألق البحريني في دورة الألعاب الآسيوية في الصين بمشاركة المنسغ العام للاتحاد الآسيوي لكرة اليد السيد محمد طالب وسط تألق فاق التوقعات للمشاركة البحرينية كما عهدناها دائما المشاركة هي عبارة خمسة البحرينيين موجودين أربعة يعتبرون في أعضاء اللجنة الفنية اللي هم الأخ حسين وغسان والحكام حسين وسمير وأنا طبعا بصفتي منصق العام أكون متواجد في غالبية البطولات لتسهيل الأمور الإدارية للعاملين في التحكيم وفي اللاجنة الفنية والمسؤولين في التحاد الآسيوي أصاسا سهل ترتيب الأمور الإدارية وفي اليوم الختامي أدار الطاقم التحكيمي الدولي البحريني المكون من سمير مرهون وحسين الموت المباراة النهائية لسيدات في البطولة بين منتخبي كوريا واليابان الحمد لله رب العالمين هذه تعتبر المشاركة الثالثة لنا في بطولة آسياد ولله الحمد يعني أدينا مباريات ولله الحمد توفقنا فيها وبناء على تمسنا لدينا المباراة النهائية اللي كانت بين اليابان وكوريا ولله الحمد توفقنا بشكل جيد وهذا بإشادة المسؤولين في الاتحاد الآسوي هذه المشاركة الثالثة والحمد لله ختمناها المشاركة الثالثة بإدارة نهائي اليوم بين اليابان وكوريا وهذا بفضل ثقة الاتحاد الآسوي ودعم الاتحاد البحريني واللجنة الأولمبية البحرينية وهي شيء مو بغريب عليهم ومن جانب آخر شهدت البطولة تواجد أعضاء اللجنة الفنية السيد غسان أمير وحسين العصفور ضمن أعضاء الاتحاد الأسيوي يمثل تكليف أكثر منه تشريف حق الاتحاد البحريني كرة اليد وأعتقد أن الحمد لله وفقنا في أدام هماتنا دور كبير للكوادر البحرينية في إدارة البطولات الكبرى والمساهمة الفنية والتعلق في كافة المجالات